اكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات التزام مملكة البحرين بمواصلة تعزيز كفاءة خدمات الملاحة الجوية لإقليم البحرين لمعلومات الطيران ومطار البحرين الدولي بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد استراتيجي مع شركة DFS Aviation الألمانية المتخصصة في خدمات الملاحة الجوية وذلك على هامش معرض البحرين الدولي للطيران 2024 وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة الألمانية بتوفير خدمات الملاحة الجوية ودعم العمليات المتعلقة بالملاحة الجوية في شؤون الطيران المدني وتشمل الاتفاقية توفير مجموعة من الخبراء في مجال المراقبة الجوية والملاحة لضمان استمرار سير الحركة الجوية بأعلى مستويات السلامة والجودة ووضح معالي الوزير أن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من خطة شاملة لتطوير قطاع الطيران في المملكة وتعكس حرص البحرين على استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات العالمية لقد عجبت كثيرا بهذا المعرض الجوي لقد زرت المعرض منذ عامين بالفعل ولكن هذا العام كان أفضل حيث زاد عدد الأجنحة وعدد الزوار لقد كان الافتتاح رائعا من قبل صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما تعلمون كان هناك عدد كبير من الزوار لقد تحدثت أيضا إلى شركات ألمانية تعمل هنا في البحرين ولدينا عدد من هذه الشركات التي لديها مقرات هنا ويعملون في مجال الطيران مع القطاع الحكومي والشركات المحلية إذ يعد هذا الأمر نجاحا عظيما ترجمة نانسي قنقر